كابتن الخطيب كرئيس مجلس واضح فعلاً فكر وده الناحية الإدارية فكر التوزيع المهام وتفعيل اللجان يعني أنا ملاحظ أن المجلس عبارة عن مجموعة شرايين متصلة مع بعضها باللجان كتيرة وفقاً لخبرات ده حقيقي وكابتن خطيب أعمل حاجتين يعني دفعنا كلنا لحطة تشكيل لجان كتيرة لها الإدارة بالتفويت بالزبط اللجان كتيراً نبقى مساهمين فيها ودي تساعد العمل التنفيذي يعني أكلم عن اللجان مش اللجان اللي هي على مستوى النادي اللي فيه نعم اللجان تاني لا اللجان خاصة من داخل المجلس من داخل المجلس اللجان اللي هي من داخل المجلس اللي هي برضو بتساعدنا بتساعد المكتب التنفيذي للنادي وتساعد مجلس الإدارة فيه حاجات كتير أكثر تفصيلاً يعني زي لجنة المنافذ يعني في مجموعة لجان متعلاجة للأضوية زي ما بناتحدث عنها في مجموعة من لجان كتير زي دي الكلام ده كان كابتر محمود الخطيب عرض حوالي 13 ملف على عدام مجلس الإدارة من السنة الأولى لانتخابنا يعني في دورة اللي فاتت بحيث يعني طلب من كل واحد يشوف نفسه يدفين وفقا لخبراته وفقا لخبراته وفي النهاية هو شكل بحيث أن كل حد في النهاية وكل زميلة يعني كلنا قمنا الحمد لله بدور فيها كويس وتخليك مرتبط دايما بأهداف معينة المفروض بإليس نهاية أنا ملاحظ الزعاليات كانت مهمة جدا سواء في مجال الطفولة أو مجال اليونسيف كمال والتواصل معها الحمد لله المجلس مركز على كل الأنشطة اللي جاني تاني اللي هي برضو عامل أدوار اللي جاني كتير أو في النادي الأهلي يعني حاكل اللجنة العليا اللي فيها وليد مبروك مع المجموعة اللي هو فيها دي لجان الأعضاء دي لجان أعضاء عملوا أنشطة كتير أوي حتى أنا متذكر في فترة الكورونا حتى في فترة الكورونا عملوا حاجات الأعضاء تساعدهم هما في البيت يعني دي لجان متطوعة على فكرة هي لجان متطوعة تساعد الأعضاء لكن لجان العمل بملفات التفويد من داخل المجلس يمكن بترجم هو ليه واحد زي كابتن محمود الخطيب لما بيتكلم على تشكيل المجلس أو القائمة اللي هينزل بيها يتحدث عن تنوأ الخبرات تنوأ الخبرات اللي النادي محتاجها في الفترة المقبلة يعني كل فترة وليها متطلبات معينة كل مجال يبقى له حد وده حاجة برضو بتوضح يعني بوسحيك هو فيه اهتمام غير طبيعي بالأعضاء يعني ممكن ما بنكونش نعود على الترابيزات في النادي إلا أوقات مثلا إحنا أيام الاتخابات بنتكلم مع الأعضاء الأيام العادية بنحتاج بهم وكل حاجة بس عدد الشغل اللي بنعمله جوه النادي للأعضاء يعني تخيل حدق تسعين من جلسة مجلس إدارة مجلس إدارة ممكن يبدأ الساعة خمسة ينتهي 12 بالليل ده كل شغل الأعضاء وشغل النادي كم من إنشاءات اللي حصل ده كله ده الحاجات دي المنتج ده النهائي ما حصلش عبة ثانية يعني مجهود المجلس بيعمله بقادي كابتن محمود الخطيبة على مدار الدورة الخدمات المتعلقة عندك دلوقتي وصلنا للمنافس في النادي خمسة وسبعين منفذ في فروق النادي كل الحاجات دي ما تبقاش قرار بس ده قرار بعد تديه ولجان ويه يعني المجلس بيعمل ولجان منبثقة من المجلس نفسها في أعضاء مجلس إدارة بتعمل عشان تساعد المجلس يعني أنت شغل تسعين جلسة مع معدل كل جلسة حوالي خمس ساعات أو ست ساعات ما بيقضوش معها كمال اللي جان فيها أعضاء مجلس إدارة بيشتغلوها بخلاف رئاسة بعثات لأعضاء مجلس الإدارة وخلافه أو مبادرات أعضاء مجلس إدارة بيبدأ أعملوها أو بيقلافوا بها من قبل كابتن محمود الخطيب لصالح أعضاء النادي فالشغل كأعضاء النادي وجماهيره طبعا جماهيره المتعلقة بالنشاط الرياضي بكرة القدم لأن في النهاية هو ده النادي الأهلي قدره